موسيقى موجز الأخبار من قناة الغد المشرق أهلا بكم صنف مجلس وزراء الداخلية العرب ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية وعلى القائمة السوداء العربية لمنفدي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية وفدت الأمان العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن هذه الخطوة الإجرائية تأتي نتيجة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات ضد السكان منذ سيطرتها على صنعاء في أيلول من عام 2014 والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ضد دول الجوار والمجتمع الدولي تخلت السلطة القضائية في تعز إضرابا شاملا بدءا من اليوم تنديدا باعتداءات الإخوان المتكررة على الأراضي أو أراضي المؤسسة والسلطة القضائية وتطالب سلطة القضائية بضبط المعتدين على منتسبية القضاء ومنع وإزالة الاستحداثات والبسط الأشوائية على أراضي المجمع القضائي كما تتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية بحماية المعتدين على أراضي السلطة القضائية قضع محتجون غاضبون الطريق الرئيسي في حي الديس بمدينة المكلة احتجاجا على زيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية وندد المحتجون بالصمت الحكومي إذا ما يحدث مطالبين بمعالجات عاجلة أدو أوقف المحتجون سياراتهم على الخط العام وأغلقوا الطريق مهددين بتوسع رقعة الاحتجاجات الشعبية في المكلة حال لم يتم التراجع عن هذه الزيادة قررت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام إغلاق شركة بيترو مسيلة ردا على تحدي الحكومة الصارخ لمطالب أبناء حضرموت وتوافد أبناء حضرموت إلى منطقة حروب القرب من البواب الرئيسية لشركة بيترو مسيلة تلبية لدعوة قيادة الهبة الحضرمية وشهدت المنطقة انتشار عدد من النقاط الشعبية على مداخل ومخارج الشركات النفطية لإغلاقها بشكل كامل ومنع الدخول والخروج منها تلبية لنداء ودعوة قيادة الهبة الحضرمية دشن محافظ العاصمة عدن أحمد حمد لملس حزمة مشاريع ممولة من دولة الإمارات لإعادة تأهيل البنية التحتية وإشهد محافظ عدن بالدعم المقدم من دولة الإمارات الشقيقة والذي يخصص لقطاعي المياه والصرف الصحيبي تكلفة تقدر بأكثر من خمسة ملايين دولار نهاية المجز شكرا لكم إلى اللقاء